أهلا في مقر الكيمي الكهربية كم 233 نواصل في الوحدة العاشرة أنواع الأقطاب والخلايا وننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الأقطاب وهو أقطاب التأكسد والاختزال هذا المصطلح عادة يطلق على أقطاب تتكون من غمر في لز خامل في محلول يحتوي على حالتين تأكسد مختلفتين لنفس الفلز يعني يكون عندنا ساق من البلاتين مغمور في محلول يحتوي على خليط من حالتين تأكسد مختلفتين لفلز واحد لكن يكون مختلف عن الفلز المكون للساق البلاتين فلز خامل يكون مغمور في محلول يحتوي على خليط من أيوانات الحديد 2 والحديد 3 هذا النوع من الأقطاب يسمى أقطاب التأكسد والاختزال لماذا؟ نتيجة لوجود حالتين تأكسد مختلفتين لفلز واحد وهذا هو التمثيل الاستلاحي لهذا القض نلاحظ أيضا وجود الخط المائل يعني أن البلاتين في حالة من حالات المادة وهي الحالة الصلبة بينما المكونات الأخرى في حالة أخرى وهي عبارة عن محل المائية وساق البلاتين مغمور في هذه الأيوانات بينما يمثل هذا التفاعل القض في النوع الرابع من أنواع الأقطاب هو أقطاب الفلز وملح عديم الذوبان ومثال لهذا النوع من الأقطاب قض الكالوميل وعادة أقطاب الفلز وملح عديم الذوبان يتكون من فلز ملاصق لأحد أملاح عديمة الذوبان وهذه المجموعة بالكامل تكون ملاصقة لمحلول يحتوي على أناون الملح إذا شرحنا قض بالكالوميل يتكون من فلز الزئبق هذا هو فلز الزئبق ويكون فلز الزئبق ملاصق لأحد أملاح عديمة الذوبان وهو كلوريد الزئبق هذا هو كلوريد الزئبق وتكون هذه المجموعة بالكامل الفلز وملحه مغمور في محلول يحتوي على أناون الملح هذا هو الملح والأنيون هو الشقة السالب إذن المحلول ينبغي أن يحتوي على هذا الشقة السالب ينبغي أن يحتوي على الكلوريد إذن المحلول الذي تم اختياره هو كلوريد البوتاسيوم هذا هو كلوريد البوتاسيوم إذن المجموعة بالكامل مغمورة في محلول كلوريد البوتاسيوم وهذا هو تفاعل القطب بينما يمثل هذا الشكل التمثيل الاصطلاحي لقطب الكالوميل القياسي بذلك ننهي أنواع الأقطاب ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة